هنا يتبادر إلى الذهن سؤال أليس هذا الستر يعني هو معظم من يختلص في العادة يعني إذا تعلم هذا العمل يعني لا يبقى عنده مال أصلا يعني هو يختلص ويختلص ويأكل طيلة وجوده في مكانه الذي يسمح له بهذا العمل وبالتالي يعني كيف سنضمن أن لا تتكرر هذه الحوادث إذا كنا نأمره بالستر ونأمره بأن لا يذهب ويفضح نفسه أنت ويستتكلم عن المختلصين الصغار لكن لا هناك مختلصون يختلصون أموالا عظيمة ويترتب عليها عقارات هنا وهناك ويترتب عليها تجارات وأموال ومصانع وما إلى ذلك ليس كل من يختلص يختلص فيأكله يعني هؤلاء هم من يرتشون شيئا وكذا ومن يأخذون أموالا يسيرة لكن هناك صفقات يا أخي تدر يعني أموالا ولعلك سمعت بعض ما كتب في الصحافة البريطانية بعض ما كتب في الصحافة الفرنسية وغيرها من تلك الصفقات التي فيها من النسب المليارية نعم شيء فضيع هنا هذا المال الذي يأخذه المختلص أو الذي يتعدى على المال العام أحيانا تكون له طبعا نتائج ويكبر هل كل شخص حينما يتوب يعني مأمور فقط برد المال الذي اختلسه أم كل ما نتج عنه من استثمار أصل والربح فإن هذا المال ليس ماله يعني هذا المال الذي نماه وثمره ليس ماله ولذلك جمهور العلماء على أنه يستخرج من هذا المال ما تدعو إليه ضرورته أحدد هذه الضرورة بأن رزق يومه وليلته يعني ليس من حقه أن يعني يصطفي مبنى أو يصطفي جنب شيء نعم لا ليس من حقه ذلك وإنما ما تدعو إليه ضرورته فقط قط نعم